بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فنسأل الله العفو والعافية نسأله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين أرانا الله عز وجل مصير الظالمين بينه لنا في كتابه وبينه لنا في سنته الكونية عاقبة الظلم إلى بوار سأريكم دار الفاسقين الخطر العظيم عباد الله في البعد عن دين الله كم تكلم الدعاة إلى الله بذلك وكم بين العلماء ذلك وظل فساد عريض ومنكرات كثيرة آن أوان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين حين لم يستجيبوا لنبيهم وخرج من قريتهم وترك قومه خرجوا متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى فرقوا بين الأم وولدها فرقوا بين الحيوانات وأبنائها حتى تكون القلوب أكثر إشفاقا وتضرعا لأن الفرقة يكون معها رحمة أعني التفريق بين الأم وولدها كل يكون قلبه ممتلئا بالرحمة لهذه الأم ولهذا الصغير عند ذلك بكوا عند ذلك تضرعوا عند ذلك كشف الله عنهم العذاب ما ينتظر البلاد خطر عظيم والأعداء يتربصون ببلادنا بلادنا قلب العالم الإسلامي وقلب العالم العربي الكل سيتغير إلى الخير إذا تغيرت إلى الخير وحين تتغير إلى الشر يتبعها الباقون كذلك إلى الشر أمانة في أعناقكم أبناء مصر أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى يكتب الله لكم عودة العالم الإسلامي إليه سبحانه وتعالى وإلى دينه إذا ظللتم إذا ظل الكثير منا على مخالفة شرع الله وعلى الإصرار على الذنوب نخاف أن يصلط الله علينا بذنوبنا من لا يرحمنا كم تصلت الكفرة والمنافقون على أبناء أمتنا في مشارقها ومغاربها حين ضاع التوحيد حين ظهر الشرك حين تركت الشريعة حين حكم غير شرع الله سبحانه وتعالى حين أعلن بالكفر أرأيتم أثر سفك دماء المستضعفين من المسلمين أرأيتم أثر إعلان الكفر في الطرقات وفي الصحف والمجلات والإذاعات والفضائيات أرأيتم إلى أين تسير الأمة إلى الخطر الذي نسأل الله عز وجل أن يعافئنا من أرأيتم عندما تكون الأهواء هي المحركة والشهوات هي الدافعة إلى المواقف حتى ممن ينتسب إلى الدين يتخذ المواقف التي يعلم مخالفتها للشر يتعول أحيانا أحسن أحواله أن يكون متأولا لكن الدوافع الباطنة يعلمها الله ويحاسب العباد عليها أرأيتم عاقبة موالاة الكافرين أرأيتم كيف تعامل الكفرة بل قل كيف تتعامل الدنيا مع أوليائها انظر كيف يبيعون الدنيا قليل وفاؤها قليل وفاؤها كثير جفاؤها الخسة في شركائها إذا اشتركوا على الدنيا ترى الدناءة والخسة والله إنها لآيات انظر كيف صار أصدقاء الأمس أعداء لتتعظ لتأخذ العبرة عن ما أخبر الله به عن يوم الخيامة الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين احذر أن تحب لغير الله أو تبغض لغير الله أو تؤالي أو تعادي على غير دين الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا لحظات تراها أمام عينيك كيف يبيع الأصدقاء بعضهم كيف يحاول البعض أن يضحي بغيره لتعلم خطر يوم فر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كنت تسمع قبل أيام معدودة عن أسماء لامعة من يقابلها يكون عند الناس قد فاز من يقترب منها يكون صاحب أعظم الوساطات إذا بهم الآن في رعب عظيم متهمون مكروهون مبغضون يخافون من سوء المصير في الدنيا وأين مصيرهم عند الله يوم القيامة إن لم يتوبوا ولا تستبعد التوبة على أحد سحرة فرعون تابوا في اللحظات الأخيرة من عمرهم ظلوا أعوانا للظلم والكفر سنين طوال عاشوا يفسدون في الأرض أملهم أن يكون لهم الأجر من فرعون رجاؤهم الذي يحلمون به ويعدهم به فرعون أن يكونوا من المقربين تابوا في اللحظات الأخيرة في آخر يوم من حياتهم تابوا فصاروا شهداء بررة لا تعلم ولا تتأل على الله سبحانه وتعالى الله أعلم وهو العليم الحكيم لا تنظر إلى البدايات وتغفل أن الله سبحانه وتعالى يقبد توبة العبد ما لم يغرر وإن كان من توبة الظالم أن يرد الحقوق إلى أهلها وأن يمكن المظلوم من القصاص وإن شاء عفا فيكون أجره على الله وإن شاء اقتص الله أمر بالعدل ورغب في الفضل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله نقول هذه الأسماء وأصبحت تخاف من المصير الذي ينتظرها وما ينتظرهم عند الله إن لم يتوبوا أغلض وأشد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق باب التوبة لا يزال مفتوحا وإن كنا نخشى والله على الذين يستمرون في نفس الغباء والجهل والضلال الذي كانوا فيه نفس الأسلوب القذر الذي لا يراعون فيه حرمة مسلم يريدون شراء قناس باعوا دينهم وأمانتهم بأموال أو بوظائف ومناصب ليسفكوا دماء المسلمين الذين معتدوا عليهم نسأل الله أن يعافي المسلمين من انتهاك حرماتهم ومن سفك دمائهم اللهم عصم أرواح المسلمين ودماءهم وأعراضهم وأموالهم في مصر وفي كل مكان اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين زوال السماوات والأرض أهون على الله من قتل امرئ مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المر في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما إذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يدوز الإكراه على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ولو قتل المكره ولو قالوا نقتلك أو تقتل أخاك فيقول اقتلوني ولا أقتله الإجماع قد نقله القرطبي رحمه الله وذكره أيضا غير واحد من العلماء ذكره الشنقيطي وذكره كل من يتكلم في الإكراه من أهل العلم أنه لا يصح الإكراه على قتل مسلم فكيف يا عباد الله بمن يقتل مسلما بالأجرح بمن يسفك الدم الحرام من أجل محافظة على وظيفة أو على ثروة مسروقة أو تخيل من أجل لفافة مخدرات نسأل الله العافية لا يدوز لأحد أن يقول أنا أمرت أن أضرب النار في المسلمين أنفذ الأوامر أنا عبد مأمور أو كما يقول كما يقول نوها في اللسان أنا عبد المأمور اللسان العامي لكن أصلها عبد مأمور أنفذ لا عندك عقل كنا نقول ذلك في عنفوان الظلم ونقول للظلمة ذلك فكيف حين يضعف الظلمة وحين يكونون هم الذين في الخوف ووالله ما أصابه الخوف إلا بسبب الظلم سنلقي في قلوب الذين قال عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين فعلى قدر الظلم يكون الخوف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن والإيمان قرنان ولو في وسط الفتن كان هناك من السلف من الصحابة رضي الله عنهم من يكون المنجنيق ينزل من حوله الحجار المحمى القذائف المماثلة للقذائف النالية والقنابل في زماننا وهو ساجد لا يشعر وربما أصابت بعض ثيابه وهو في سجوده كأن شيئا لم يكن سبحانك ربي الأمن والإيمان قرنان والظلم والخوف قرنان فاختر لنفسك دعوة صادقة إلى التوبة وأيضا دعوة إلى العفو لا لأننا نمنع العدل نعوذ بالله لا لأن نقول لا يجوز أن يقتص المظلوم من الظالم ولكن حبا للخير للمظلوم حبا لأن تنال أعظم بكثير من حسنات مقابلة للظلم الذي وقع عليك ألا تريد المضاعفة إذا كان أجرك على الله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله ينادى يوم القيامة من كان أجره على الله فليقم فلا يقوم إلا من عفى إذا أردت القصاص وقلت الموقف الحقوق يوم القيامة والموقف على الصراط أو على القنطرة سوف تأخذ حقك فقط لأن الله لا يظلم مثقل ذرة لن يعطيك من حسنات أخيك المسلم فوق ما تستحق أو لن يوضع عليه من سيئاتك فوق ما ظلمك بالعدل ولكن الغني الذي يمتن على عبادي الغني الذي يمينه ملآ لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه هو الذي وعدك بأن يكون إذا عفوت أجرك على الله أجرك عليه سبحانه وتعالى فكم يعطيك تخيل إذا كان هو قد أخبر فقال في الحديث القدسي من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب ما في القلب وهو عز وجل رحيم يرحم الراحمين ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهو رفيق يحب الرفق في الأمر كله وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة وكل يتعامل بما يناسبه إذا وددت نفسك تتعامل بالخلق الحسن العالي الرفيع فهذا دل على ما في قلبك من الخير وإذا كنت تتعامل بأسوأ الأخلاق فهذا يدل على ما في قلبك فاختر لنفسك لذا نقول نتعظ ونعرف عاقبة الظلم ولا يجوز أن نرضى به ولا أن نقره ولله الحمد ما وقع ذلك استهان الناس استهان الكثيرون عندما قلنا ندعو رب إني مغلوب فانتصر منذ أسباء قليلة كنت أقول لإخواني ليس لنا إلا أن ندعو الله عز وجل ربنا إنا مغلوبون فانتصر قلنا هذا زمن استعينوا بالله وأصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وعندها اتهم الكثيرون إخوانهم بالجبن أو الخور انظر كيف تغيرت الموازين وسامح الله عز وجل من اتهم الواجب علينا أن نجتهد بناء على ما نرى والقوى كلها بيد الله سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب كيف ترون اليوم نوع مما سيكون أضعافا مضاعفة يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الكل يلقي بالتهمة لست أنا هناك أعوان خونة هم الذين فعلوا لم أرضى لم أأمر لم أعرف أنا بريء وإن كنت أنت الذي أحط نفسك بهؤلاء ليس الأوان أوان الحساب وإنما كما ذكرنا نأمر بالعدل ونراغب في الفضل ونوقن أنه لا يمكن أن يستمر الظلم إلى ما لا نهاية لكل ظلم عاقبة بقدر هذا الظلم عاقبة تسوء صاحبه وتسوء من رضي به وتسوء من ولاه لأن القوة لله جميعا سبحانه وبحمده له الحمد كما يقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه احذروا إخوة الإسلام أن نكون نحن من الظالمين أمسك ألسنتكم عن أعراض إخوانكم وعن أعراض الدعاة والعلماء خالفتموهم أو وافقتموهم الزمان زمان فتنة وكل يختار لنفسه ما ينجيه أمام الله والقلوب الله هو الذي يعلم ما فيها هل اختار هذا لأنه ينجيه أمام الله يوم القيامة أم اختاره لأنه لا يزال يتعلق بنصيب من الدنيا أو بشهوة من الشهوات فوض الأمر إلى الله أنت مأمور بإحسان الظن بمن ظهر وكثر خيره وقل شره ويعذر المسلم أقاه ويرحمه إذا كنا نقول كما قال شيخ الإسلام بن تامية نرحم أهل البدع ونعذر من لم تبلوه الحجة ممن يرتكب شركا أو كفرا قاعدة أهل السنة في رحمة أهل البدع فكيف بأهل السنة إن أخطأ منهم مخطئ أو أصاب منهم مصيب قلنا موقفنا وبيناه بما نرى من أدلة وقلنا هذا الذي نراه وندين الله به ونحن نرى ونعلم ونعتقد أن رأينا نراه صوابا ويحتمل الخطأ ونرى رأي غيرنا خطأا ويحتمل الصواب ونحب إخواننا في الله سبحانه وتعالى الذين أظهروا طاعته ولا نزكي على الله أحدا وحسابهم على الله ونبغض من أظهر الكفر والنفاق ولا نحجر رحمة الله الواسعة ولا نغلق أبدا باب التوبة عن أحد مهما بلغ ظلمه وكفره أما سمعت قول الله بعد ذكر قصة أصحاب الأخدود قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريقة قال الحسن انظروا إلى هذا الكرم قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة لكن يجب أن نبغض من خالف شرع الله سبحانه وتعالى أمسكوا عباد الله عن كثرة الجدال ما ظل قوم بعد إذ هداهم الله حتى أوتوا الجدل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المجادلات وكثرة المشاحنات والاختلافات تفرق القلوب ونحن نحتاج إلى أن نأتلف ونجتمع حتى تنقذ السفينة التي تتعرض للخطر نريد أن يعمل كل منا بما أدى إليه اجتهاده وسؤاله لمن يثق فيهم من أهل العلم ويرحم إخوانه الموافقين والمخالفين ويدعو للجميع بالهداية والتوفيق نريد أن نكفى عن نشر كل ما نسمع كم أسمع ما يؤذينا عن أخبار مؤلمة للمسلمين وأسأل من قالها يقولون الناس يفعلون الناس يقولون ثم يقول له من تقصد من الناس يقول قال لي بعضهم قال لي فلان قال لي واحد أسأله عن سنده هناك قتل في المكان الفلاني سفك دم في المكان الفلاني أخبرني بعض إخواننا ممن هم في القوات المسلحة أنهم يسيرون ليلا ونهارا مئة بلاغ منهم تسعة وتسعون منهم تسعة وتسعون بلاغات كاذبة وواحد فقط هو الصحيح كيف الطاقة بذلك لا نريد أن نعمم الناس قد قالوا الناس قد فعلوا ومن هم الناس حتى لا تشيع الذعر حتى لا تشيع البغضاء والله إنه لا يأتيني من ينقل عني فأقول فكيف عن غيري ما يناقض قولي تماما فلذلك تثبتوا لا تتعجلوا الفتن خطيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي النائم فيها خير من اليقضان حتى تنتهي الفتنة النجاء أن تمسك لسانك وتمسك يدك وأكثر من الذكر إن شغل بذكر الله بالصلاة أقول كل من كان يصلي ركعتين فليجعلهما أربعة كل من كان يقرأ ربعا من القرآن فليجعله ربعين حافظوا على أذكار الصباح والمساء لا يشغلنكم متابعة الأخبار بالساعات والفضائيات التي تستغرقك أربعا وعشرين ساعة احسب كم تنفق أمام الفضائيات والإذاعات وكم تنفق في الصلاة لله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون إنما جعل الله الفتنة لحكمة جعل الله البأساء والضراء عندما تظهر دعوة الأنبياء في أمة جعلها لحكمة ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فتح الدنيا مع المعاصي والذنوب بل مع الكفر والنفاق مقدمة فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين لذا نقول الحكمة أن نتضرع الله قدر البلايا علينا والمحن وأنواع العذاب حتى نتضرع كما قال عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون كم تقضي في متابعة الأخبار وكم تقضي في الصلاة في الدعاء في اللجوء إلى الله في التضرع له سبحانه وتعالى والانكسار احذر بأن يكون الأمر مجرد لهو ولعب وضحك اجعل البكاء الذي يرحم الله عز وجل أصحابه مكان اللهو واللعب سبحان الله البكاء يجلب الرحمة الله سبحانه وتعالى حرم عينيني على النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله والله ما كنت أظن أن يأتي يوم في بلادنا يحتاج الناس فيه إلى حراسة وفي سبيل الله لأن من دافع عن ممتلكات الناس المسلمين وغيرهم ممن أمنهم المسلمون الذين لم يحاربوا أهل الإسلام والذين لم يقاتلون في الدين كثير كثير عامتهم كذلك نقول هؤلاء من يدافع عنهم من يحرس يحرس أهله وعرضه وماله وعرض إخوانه وأخواته وأموالهم وممتلكاتهم هو في سبيل الله وأظن أهل المنطقة والحي هنا لهم نصيب كبير لكثرة المفسدين الذين يهددون الناس بالأسلحة وغيرها وهم أجورون على ما يقومون به ونسأل الله أن يتقبلهم في العيون الحارسة في سبيله وعين أخرى بكت من خشية الله البكاء يجلب الرحمة من في قلبه رحمة إذا نظر إلى إنسان ضعيف يبكي رحمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى فرخا قد أخذ منه ابنه قد أخذ منه ولده فقال من فجع هذه بولدها رد عليها ولدها إذا كان الإنسان يرحم أم تبحث عن صغيرها حتى ترضعه وتلسقه بوطنها كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليعلمهم ساعة رحمة الله عندما رأى امرأة تبحث في السبي حتى وددت صبيها فأخذته فأرضعته وألسقته بصدرها يريد أن يعلمهم كيف إذا تكون رحمة الله فقال أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا خالف الله أرحم بإباده من هذه بولدها إذا كنت ترحم الضعيف الذي يبكي والعاجز الذي لا يجد طعامه وشرابه فكيف برحمة الله سبحانه وتعالى لمن تضرع إليه ولجأ إليه وبكى مشفقا على نفسه من ذنوبه ومشفقا على إخوانه وأهله ومشفقا على ضعفاء المسلمين الذين والله لهم حق علينا قبل أن يمد أيديهم للسؤال حقهم أن نسأل عليهم كم ترك الإخوة كم ترك الإخوة هذا المجهود قبل ذلك حتى كان المسؤولون عن لجنة الزكاة وغيرها يعانون يقولون لا نجد من يبحث الحالات لأننا بالفعل كما نعلم الضيق شديد ولا بد أن نقتسم ما بأيدينا هناك من يدائي بالكذب نحتاج إلى بحث نحتاج إلى سؤال وتفقد حتى لا تقع الأموال القليلة التي بأيدينا في أيدي من لا يستحقها كم فرط الناس في ذلك بالأمس وددت امرأة تسألني شيئا تشتري به طعاما أعطيتها خمسة جنيهات كم من الدعاء جد ظلت تدعو خمسة جنيهات فقط تفعل ذلك كلما تذكرت ذلك ما أمل لك نفسي وقلت كم من الناس في البيوت لا يستطيعون حتى أن يخرجوا لا يستطيعون أن يخرجوا ليسألوا الناس لأنهم مرضى وعجزة وقد تركناهم ولم نسأل عنهم ولم نتفقدهم كل من يتفقد جيرانه يسأل عن إخوانه يسأل عن المرضى يسأل عن العجزة عن كبار السن وما بيننا من طعام اقتسمناه فقراء نعم نقتسم ما بيننا بالسوية أو على الأقل لا تقول بالسوية لكن ادفع أفضل الصدقة جهد المقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله هذه أمور إيجابية أعظم بكثير مما ينادى به نريد أن نأتلف وقد أظهرت الأحداث وهذه المحنة والله خيرا كثيرا في قلوب أهل بلادنا خيرا كثيرا من حب الخير والتعاون حتى ممن نصفهم بأنهم أهل فساد كيف وقفوا أمام أمثالهم صاروا رجالا في هذا الموقف ظننا أن الشباب ضائع المحنة أظهرت أثرا عظيما لا تنظر فقط إلى الظواهر الدعوة إلى الله أثمرت ثمارا لا مختر لم تختر ببالنا والله العظيم أثمرت ثمارا طيبة كنا لا نرى آثارها إلا في المواسم عندما نرى شبابا وشبات ربما فاسدين يتصاحبون على المعصية لكنهم كانوا يذهبون إلى صلاة التراويح في رمضان ربما كانوا يلتقون بعد الصلاة ولكن خير أثر من آثار الدعوة إلى الله كانت ربما تضع الحجاب ساعة الصلاة في مسجد القائد إبراهيم ثم تخلعه بعد ذلك وتذهب إلى صديقها ولكن هذا في حد ذاته أثر من آثار الدعوة خير أرعب الأعداء الصورة التي أرعبت الغرب وأعداء الإسلام صورة المصلين في مسجد القائد إبراهيم يفرح بها كل مسلم ممن صلى معه وممن لم يصلي معهم نعم والله انظر إلى هذه اللحظات الآن وكم الخير الذي في قلوب الكثيرين حتى ممن ربما يشرب المخدرات نقول فرصتنا للتوبة لا بد أن نتوب إلى الله لا بد أن يتوقف الآن كل مدمن عن المخدرات كل مدخن احذر أن تكون أنت سبب هزيمة المسلمين في هذه الأحداث أن يتسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا الكفار يتربصون بنا من الشرق والغرب متربصون فعلا ويحركون قوتهم ووالله إن فعلوا شيئا من ذلك سيجدون الأمة تنطلق أكثر من ذلك فيها طاقات هائلة رأيتم الشباب كيف يواجه من أجل مطالب هي حق وإن كانت هي مطالب اجتماعية كما يقولون لكن رأيتم كيف الشجاعة وكيف الجرأة في أن يقف أمام المدرعة ولا يعتد بشيء ويحاول صرفها يواجهها بطريقة عجيبة سورة ترعب الأعداء فكيف إذا جاء الأعداء يريدون بلادنا كلها والله سيرون ما لا يخطر ببالهم هذا الشباب سوف يكون ليس في سبيل مطالب اجتماعية سوف يكون كله في سبيل الله وسوف يرون أضعاف أضعاف ما وردوا في غزة والله سوف يريدون أضعاف أضعاف ما وردوا في غزة ولن يكون هناك أبدا إمكانية لتدخل المجرمين من الشرق أو من الغرب سنقف معا وجها واحد يدا واحدة وقلبا واحدا في مواجهة أعداء الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى لذلك نقول نريد أن يتفقد بعضنا بعضا نريد أن يتوب كل عاص لله سبحانه وتعالى الذي يدمن المخدرات من الآن قل له لا عودة إلى المخدرات كان فتك بشباب الأمة لكن شباب الأمة فيه خير شباب الأمة يضحي بدمه أصاب أم أخطأ لست أتكلم الآن عن الموقف الصحيح قلنا موقفنا وذكرناه بما نراه من أذلة ونحن نقول أننا مع هذا نرحم كل من اجتهد ونرحم كل من خالف خالفنا فيما نقول ونعجب بلا شك بهذه النوعية ممن علم أن له حقا فقام يطلب به بهذه الجرأة أذهلت الجميع والله ما كنا نظن وأنا أقول أبشروا يا إخوة الإسلام ويا دعاة الإسلام فهذه من الثمرات الخفية أتذكرون كنا نقول في قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى قلنا يلزم التذكير لأي نوع من أنواع النفع النفع العاجل أو الآجل النفع الخاص أو العام النفع على المحتسب عليه وعلى غيره أترون هذه المواقف العجيبة أثر من آثار الدعوة أترون الناس وهم في هذه المعمعة يصلون ويلجؤون إلى الله ويدعون الله ويقنتون حتى غير الملتزمين كما نطلق وأتمنى أن يختفي هذا التعبير أعني أن يكون الكل ملتزمون إخوة في الإسلام يكون هناك كلمة مسلم تساوي ملتزم أعني أن كل المسلمين التزموا كلهم أهل طاعة متفاوتين بالتأكيد سيورد فسقة لكن كما كان في الصحابة من سرق وزن لكنه ضمن مجتمع في الجملة نظيف ليس في الجملة سيء وخبيث امتنع من السجائر اليوم الشاب والفتاة امتنع من العلاقة المحرمة اليوم أيها المسلم الذي تدخل على المواقع الإباحية امتنع من اليوم إياك أن تدخل على هذه المواقع غض بصرك أيها الشاب وأيتها الفتاة احذروا من العلاقة المحرمة أيها المرتشي تب إلى الله عز وجل اليوم آخر يوم تمد يدك برشوة أرأيت كيف عاقبة الظالمين انظروا كيف آل بهم الأمر بعد الظلم إلى أن يكره اليوم الذي انتسبوا فيه إلى الظلمة نسأل الله العافية نقول أيها المرابي بمجرد أن تفتح البنوك أبوابها إن شاء الله وإن كان ذلك بالتدريج لكن كل الأموال الربوية لا بد أن تتخلص منها جاء الوقت الناس اليوم في حاجة شديدة فقراء المسلمين هذه أموالهم الفوائد الربوية ليست ملكا لك ليست حقا لك الفوائد الربوية مما دفعه المظلومون من دمائهم غلط الأسعار بسبب الربا حصل الفقر بسبب الربا محيقة البركات بسبب الربا أصحاب الفتاوى الباطلة ندعوهم إلى التوبة لأنهم كانوا يعلمون أن هذا ربا محرم ومن أجل المناصب أفتوا بغير ذلك فليتوبوا إلى الله وليعودوا نقول كل من أكل الربا يحسبه من الآن وما أن يتمكن من إخراجه اعلم أنه ليس مالك فرصة للتوبة إلى الله عز وجل قبل أن تأتي غرغرة أو قبل أن يأتي أمر ماحق أو عدو ساحق وإني لأرجو الله بوجود طائفة من أهل هذه البلاد على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم أن لا يسلط الله علينا عدونا نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته نسأله بكل اسم وله سم به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده أن يرفع البلاء عن مصر وعن سائر بلاد المسلمين وأن يحفظها آمنة نطمئن رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يحفظ دماء المسلمين وأعرضه وأموالهم وأن يظهر كلمة الحق فيها وأن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا وأن يبدلنا من بعد خوفنا أمنى نعبده لا نشرك به شيئا وأن يحرمنا أجمعين وأن يتفنا مسلمين وأن يفرغ علينا صبرا ويلحقنا بالصالحين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب اهزم الكافرين والمنافقين وزلزلهم وانصرنا عليهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة أخوة الإيمان مما يذهب الله به البأس قال عز وجل عن يوسف لما دخلوا عليه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى يبدد ظلمات اليأس كما قال سبحانه وتعالى عن يعقوب من شكواه إلى الله قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه والله لو كان يمكننا أن نكون بحيث نمنع من ظلم دون أن نكون تحت رايات جاهلية يرفعها العلمانيون والمتسلقون على أكتاف الجماهير لكنا أول المبادرين إلى حماية المظلومين ولكن الهرج والاختلاط ووجود الخلط بين الخير والشر يجعلنا نتريث ونجعلنا نقول أننا لا نستطيع إلا أن نفعل ما أمرنا الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا نكون إلا تحت راية إسلامية خالصة حتى يأذن الله عز وجل بالنصر والتمكين والفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية فمات فميتة جاهلية ونرى أن راية الأحزاب أخطر ربما من رايات أهل الظلم الذين يريدون الدنيا راية الأحزاب العلمانية أعني الذين لهم أجندات كما يقولون تهدف في الحقيقة إلى محاربة الإسلام عينهم في مطالبتهم بتغيير الدستور ليس على فقط مواد الرئاسة والانتخابات والإشراف القضاء عينهم على المادة الثانية يريدون أن يعيد تغيير الدستور لتغير في وسط الزحام هذه المادة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وقد فسرت عندهم بقوانينهم بأن كل ما يعد كل ما يخالف الشريعة يعد باطلا قانونا ودستوريا كما يقولون تكاد تقتلهم تقتل الكفرة والمنافقين مع أنها غير مطبقة ونحن نوقن ولكننا لا يمكن أن نضحي بهوية مصر الإسلامية عندها سترون موقفا مخالفا إذا حاول أحد أن يمس هذه القضية نحن نريد أن نحولها من نص نظري إلى واقع مطبق وإن كنا نعلم أن هذا يحتاج إلى أن يتغير الناس تغيرا حقيقيا بقدر ما نتغير بقدر ما نتمكن من إقامة الحق نتغير من الداخل تتغير قلوبنا نصدق مع الله نخلص لله لا نريد جاها ولا رياسة نعوذ بالله كما استعاذ رسول الله عز رسلم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسبعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة نعوذ بالله من الصمم والعمى والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ونعوذ بالله أن نقتل في سبيله مدبرين ونسأله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله وأن يرزقنا الشهادة في سبيله نقول العلمانيون أصحاب الرأة الجاهلية وللأسف الشديد وللأسف الشديد هناك من يبرزهم على أنهم هم الموثرون للأمة حتى إذا باحث الناس عن بدائل ونذكر دائما أننا نقول لا بد أن يتغير الوضع ولكن لا بد أن يتغير إلى الأفضل لو كان ينتقل من سيء إلى أسوأ أو إلى أشد السوء نقول لا نقول يظهر تظهر وسائل الإعلام الخبيثة المأجورة للغرب قطعا ويقينا مأجورا لأنها إنما تصدر عن توجيهاتهم وفضح بعضهم تظهر هؤلاء عندما نبحث عن بديل لا تقدم لنا إلا أسوأ الأنواع ممن يدين بالعلمانية يره دينا ربما دان بعضهم بها محافظة على كرسي علم أن الغرب لا يقبل إلا بذلك وهذا والعياذ بالله من أعظم الجرم والظلم والفساد لكن بخلاف من يدين بها لأنه شربها عاش حياته في حضن أعداء الإسلام وطبق مخططاتهم نسأل الله أن يعافئنا من شرهم عندما يتحدثون عن تغيير شامل للدستور يجعلون هذه المادة أمام عينهم لا يمكن أن يقبل أهل الإسلام ذلك الأمة كلها لن تقبل والأزهر لن يقبل والجيس لن يقبل لأن الجيس من الشعب والشعب مسلم وأقول لكم كيف تغيرت هذه المادة حتى تدركوا حب الشعب للإسلام ورغبته في تطبيق الشر الرئيس السابق السادات عندما أراد أن يمرر كامب ديفيد بعد أن وقعها مع اليهود طرحها للاستفتاء الشعبي أظن أن الكثيرين كانوا أطفالا أو لم يولدوا ممن يسمعون الآن في هذا التاريخ والكبار يعلمون فأراد أن يمرر هذه المادة هذه المعاهدة فوضع عرضا للاستفتاء على أمرين اثنين معا يقال عنهم نعم معا ليس على الأولى أو الثانية الأولى تغيير النص الدستوري من أن الشريعة مصدر الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع إلى المصدر الرئيسي والمادة الثانية في الاستفتاء هي قبول معاهدة كامبي ديفيد والسلام مع إسرائيل وحصل على موافقة الناس لأنه صدرها بهذه الجملة انظر الشعب يحب الإسلام لا يمكن أن يقبل أن يكون هناك مرجعية تخلف شرع الله سبحانه وتعالى في التشريع لذلك أحذر إخواني وشعب مصر كله ممن يحاولون تسلق على أكتافه العلمانيون والله لا يمكن أن يثق فيهم ولولا وجودهم على الساحة وكما ذكرنا الإعلام المأجور يبرزهم دون غيرهم ويبرز من تحالف معهم وللأسف هناك من يتحالف معهم ويظن أنهم أصلح من الإسلاميين وقد اتفقنا على أننا نعذر ونرحم من خالفنا ونقول الحساب عند الله على ما في القلوب كل يبعث على نيته ولكن نقول التحالف مع هؤلاء نحن نقول أنه جريمة ولأنه يؤدي إلى المفاسد العظيمة أن تغش الأمة وتقدم من يريد الفتكة بدينها أقول لو قدمت من يريد الفتكة بمالها أو بأرواح أبنائها أهواً من أن تقدم لهم من يريد الفتكة بدينها ألا هل بلغنا اللهم فاشهد اللهم اغفر لنا ذنوبانا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وأعطي محسننا مسأل اللهم لا تهلكن بما فعل السفهاء مننا اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم رب جبريل وميكائل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا أعنا ولا تؤين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا واسر الهدى لنا وانصرنا على من بغ علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك رهابين لك مخبتين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حدتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل السخاء وصدورنا اللهم إننا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إننا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنان ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك برض العيش بعد الموت ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين اللهم إننا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إننا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ومحمد صلى الله عليه وسلم اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل أقول قولي هذا وأستغفر الله رحب لكم ترجمة نانسي قنقر